السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من نشرة الأخبار السخينة مع محمد لبوداني إليكم عنوير حلقة اليوم الفحوصات الطبية تصدم اللائب المغربي زكري أبو خلال ومشواره مع الأسود سيتوقف حتى إشعار آخر مشجع صغير ليمان شيسر يونايتم كي يتضم أمر عبا طيب هذه الخطوة غير متوقعة وكي تسبب في إطارة جذل كبير في وسائل الإعلام الأجنبية أما آخر التسريبات الواردة اليوم فكتقول بأن الكاف قرر باش يحسن في هوية البلد لغادي الصادق بطولة أمم أفريقيا الفين وخمسة وعشرين والمفاجأة غادي تكون صادمة للبعض إليكم تفاصيل حلقة اليوم ولكن بعد الفاصل خليكم معا تقارير إعلامي فرنسي قلت بأن الفحوصات الطبية الذي يخضع لها الدولي المغربي زاكريا أبو خلال نائب فريق تولوز الفرنسي أكدت تعرض بها للجوج العصابات خاطرتين الأولى على مستوى الريبات الصاليبي والتالية على مستوى الغوضروف المصادر الأمير الفرنسية قلت بأن العصابة التي يتعرض لها أبو خلال كتطلب وتستدعي الإخداع الجوج عمليات جراحية وهذه العمليات ستسبب في الغياب على فريقه الفرنسي وأيضا على المنتخب الوطني المغربي لفترة طويلة جدا لتقدر توصل الخمس شهور بالتمام هذا على الأقل في نفس السياق كتقول الوسائل الإعلامية الفرنسية بأن الطاقم الطبي لنادي تولوز فرنسا كيدرس حاليا برفقة أطباء مختصين في العمليات الجراحية الإمكانية دير إجراء العمليات الجراحية يعني بجوج في نفس الوقت في نفس النهار أو في نفس الأسبوع خاصة ميدينهم وتكله بهدف تحضير اللاعب المغربي حتى يكون جاهزا في أقراب وقت ممكن لللاعب نفس المصادر كتقول بأن أبو خلال غد خضع من بعد العمليات الجراحية لفترة نقاه ومرحلة ترويط طبي وفصلة علاج واحدة فقط والتي تقدر تستمر لشهور طويلة عودت اللاعب المغربي إلى الميادين لن تكون إلا بعد شهر مارس المقبل كيف تقول مصادر مطلعة وتلك يعني بأنه سيغيد بشكل رسمي على البطولة دي الأمم أفريقية المرتقبة مطلع السنة المقبلة في الكود ديفوار ومن المعلوم بأن اللاعب المغربي زكريا أبو خلال سبق لي تعرض منتصف الأسبوع الماضي لإصابة خطيرة في المباراة دي الفريق دي الأمام روية اليونيون سان جيرواز البلجيكي برسم الجولة الأولى من دور المجموعة أي الدور الأوروبي والتي تسبت في الإضطرار دياله إلى مغادرات الملعب في حدود الدقيقة الأربعين من الجولة الأولى في الخبر الثاني يقول مشجع صغير لفريق مانشيصر يونيتد الإنجليزي لكرة القدم يقدم هدية جميلة ورائعة للدور المغربي سوفيان أمر عبر وتي قبل الدخول إلى مقر تدريبات الفريق صحيفة إنجليزية شائعة تقول بأن المشجع الصغير قدم هدية لللاعب المغربي وهي عبارة عن زوج من واقية الساق كهدية نفس الصحيفة تقول بأن الحوار اللي يظهر ما بين النائب المغربي والطفل المشجع كان النائب المغربي يظن بأن الطفل رغب في الحصول على توقيعه على قميس أو شيء من هذا القميس ولكن المشجع الصغير أبلغه وأخبره بعد ذلك بأن الأمر يتعلق فقط بهدية خصيصة له وتيليتير فرحات وسعادة اللاعب المغربي أمر عبر قال للمشجع فتصية شكرا لك سوف أرتديها بدون أدنى شك ومن المعلوم بأن اللاعب أمر عبر تشارك هذا الصبت الأخير في المباراة الرسمية الأولى مع فريقه الجديد مانشستر يونايتد الإنجليزي هذه أول مشاركة أمر عبط بخل باديل في الدقيقة 88 من المباراة لجمعات الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد وبيرني وانتهت بفوز رفاق أمر عبط بهدف النظيف في الخبر الأخير كتقول مصادر مطلعة بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يتجه نحو الحسم بشكل رسم في من هو البلد أو البلدين الذين سيظفراني بشرف تنظيم نسختي بطولة كأس أمم أفريقية لسنتين 25 و 2027 نفس المصادر كتقول بأن القرار سيتخذ بشكل رسم في أعقاب الجمع للجنة التنفيذية للكاف المرتقبة الأربيع المقبل غدا أو بعد غدا يوم 27 برجالي بالعاصمة المصرية القاهرة نفس المصادر كتقول بأنه أصبح في حكم مؤكد منح المغرب شرف تنظيم نسخة سنة 2025 بدليل انسحاب الجزائر من سباق هذه المنافسة على تنظيم بطولة أمم أفريقية بعد ما تبين لها قوة الملف المغربي الذي يحظى بإجماع ممثلي دول أفريقيا في منظمة الكاف نفس المصادر كتقول بأن دولة سينغال الشقيقة باتت هي المرشح الأقوى لاستضافة نسخة سنة 2007 وعتبرت بأن الأمور قد حسمت بشكل لا رجعتها فيه في انتظار الإعلان الرسمي من قبل جهاز الكاف قم المعلوم بأن المغرب سبق له أو كي نفس الجزائر أو نفسها على استضافة البطولة اللي كتضم 24 منتخب في حيث نفس السينغال والجزائر وكينيا وطنزانيا وأغاندا في ملف تولاتي مشترك على استضافة النسخة ديلة 2027 ووفقا لما كشفه مصدر من الاتحاد المغربي لكورة القادمة فإن المغرب حسم تنظيم النسخة لسنة 2005 لكأس أمم أفريقيا ولم يتبقى إلا الإعلان الرسمي عن ذلك في الجماع المكشب التنفيذي للكاف وذلك لقوة الملف المقدم إلى الأعضاء الذين لهم حق التصويت نفس المصدر كيقول بأن المغرب حسم استضافة هذه البطولة الأفريقية بنسبة كبيرة جدا في حين يجري الحديث عن احتمال إنسحاب الجزائر من الصباق في آخر لحظة وهو ما قد تم بالفعل المغرب الآن قدم أقوى ملف لحظة النسخة 2025 لكأس أمم أفريقيا واقتراح سبع ملاعب لإجراء المباريات الرسمية والتي تبين بأنها كلها تستجيب للمعايير الدولية المنصوصة عليها من قبل الاتحاد الدولي لكورة القدم الفيفا مع توفيع ربعة وعشرين ملعبا للتدريبات بمعنى أن لكل أو كل منتخب سيكون له ملعب خاص به إضافة إلى مرافق وتجهيزات رياضية من مستوى عالي جدا وملعب خاص لتدريبات الحكام تحية العطيرة لكم جميعا وإلى نشرة أخرى بإذن المولى عز وجل وكنتم لنا من الإخوان يساهموا معنا في النشرة هذه المحشوة في البارتاج العديان ديالهوك رغم مدرورين بزاف ومحسوسين من هذا الإنجاز وكنت ملا من الإخوان ببارتاجي وبريدت هذا الفيديو كيف يوصلهم باش يشوفوا ويخضروا العوينات ديالهم زيال السودعكم والله الذي لا تضيعه ودائه وإلى نشرة أخرى بإذن المولى عز وجل اشتركوا في القناة